ذكر نبوي رائع يغفر الذنوب ويرفع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم ذكر جميل جدا 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 وسهل جدا علمهن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب ويرفع الدرجات وله عدة صيغ وله كذا ثواب النبي صلى الله عليه وسلم قالهن الذكر هو سبحان الله وبحمده وأحيانا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إيه سر هذا الذكر وإيه ثوابه اسمع أحديث النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبي حمدي في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يعني إيه زبد البحر؟ أنت عارف الموجة لما بتقلب بيبقى لونها أبيض عارف الريمن الأبيض اللي بيبقى على وش الموجة دي لو ذنوبك قد شط الاسكندرية ولا قد شط السحل الشمالي ولا قد شط أي بحر زبد أبيض لو ذنوبك قد كده وقلت 100 مرة سبحان الله وبيحمده غفرت ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر بس يا طرح هتقولها لأنك بغبغان عايز تقولها وخلاص ويالله نعمل الزنوب تاني ولا بتقولها كأنه بتقوله سبحانك سبحان الله وبيحمده إزاي عصاك بعد كده يا عظيم يا مالك الملك يلا أكرمتني ما هو ده معناها سبحان الله كل حاجة جميلة في خلقك يا رب وبيحمده لازم أحمدك على هذا العظم وهذا الجمال وهذه النعم الله ده التركيبة حلوة أوي تخيل بقى نفسك سبحان الله وبيحمده سبحان الله وبيحمده سبحان الله وبيحمده سبحان الله وبيحمده أيها الطريقة دي غفرت ذنوبه لأنها هتصلحك وحتخليك بني أدم أحسن غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر حديث ثاني من قال سبحان الله وبيحمده ما قالش بقى مئة مرة ولو مرة واحدة غرست له نخلة في الجنة عايز تجمل بيتك في الجنة؟ عايز تعمل ديكور رائع لفيتك في الجنة وتملأ نخلة؟ قول سبحان الله وبيحمده مليان شجر جميل أشكال وألوان قول سبحان الله وبيحمده ده غرس الجنة أما الذكر ده جميل بشكل لا في واحدة ثالثة سبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تاني خفيفتاني على اللسان أيها سهلة أوي فعلا سبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم فعلا سهلا قوي ماشي كده بن سيابية شديدة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن انت بتقول كلمة ربنا بيحبها قوي سبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم هنا النبي ما كلمكش عن الثواب بس تكلمك عن رضا ربنا حبيبتان إلى الرحمن هنا النبي بيقولك وسهلا مش هتكلفك حاجة مين يحافظ على هذا الذكر كل يوم يا جماعة ميت مرة سبحان الله وبيحمده تتغفر ذنوبك ويتخطلك ميت نخلة في الجنة ولو كملتها بسبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم حبيبة إلى الرحمن ثقيلة في الميزان حافظوا على الذكر ده يا جماعة حافظوا عليه تحس أن انت قلبك ارتاح والله له علاقة براحة البال جرب هذا ذكر يريح البال ويرضي الرحمن شكرا والسلام عليكم ورحمة الله